بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس القواعد النحوية درس اليوم بعنوان المصدر الثلاثي والمصدر الرباعي المصدر الثلاثي أبنائي وبناتي هو مصدر سماعي غير قياسي فليست له قاعدة أو وزن محدد ثابت له ومثال ذلك كلمة صناعة فعلها صنع فعل ثلاثي وكلمة دوران مصدر للفعل دورا وهو فعل ثلاثي وكلمة كتابة فعلها كتبا ونباح فعلها نبحا وذهاب فعلها ذهبا وجريا فعلها جراء ومن الأوزان الغالبة في الثلاثي ما دل على حرفة مثل دراسة وسياحة وقيادة وما دل على امتناع مثل جماح ورفض وإباء وما دل على حركة مثل غليان وفوران ودوران وما دل على لون مثل حمرة وخدرة وصفرة وما دل على صوت على وزن فعال مثل نباح وعواء وحوار وما دل على صوت وعلى وزن فعيل مثل نهيق رنين صهيل وما دل على مرض مثل زكام وسعال ودوار ثانيا المصدر الرباعي المصدر الرباعي هو مصدر له أوزان قياسية تختلف باختلاف وزن الفعل فمثلا إذا كان الفعل على وزن أفعال فمصدره على وزن إفعال مثل أكرم إكرام وأوجد إيجاد نلاحظ هنا أن ألواء قلبت ياء أو جداء إيجاد مثل أيضا أشاد إشادة حذبت الألف أو ظلت كما هي فوزنه إفعالة أو إفعالة وكذلك أنهى إنهاء قلبت ألفه همزة الحالة الثانية إذا كان على وزن فعالة فمصدره على وزن فعال أو مفاعلة مثل خاصمة مصدره خصام أو مخاصمة وكذلك الأفعال نازع وحاسب وقاتل وفارق وناقش فمصدرها نزاع وحساب وقتل وفراق ونقاش أو منازع ومحاسب ومقاتل ومفارق ومناقش الحالة الثالثة إذا كان الفعل على وزن فعالة جاء مصدره على وزن تفعيل مثل نسق تنسيق وعلم مصدرها تعليم ووجه توجيه ودرب تدريب وحقق مصدرها تحقيق وإذا كان الفعل رباعيا ومعتل الآخر تحذف منه تاء المصدر تفعيل ويعود عنها بتاء مربوطة في آخره ومثال ذلك زكى مصدرها تزكية وربى مصدرها تربية وضحى تضحية وهناك أفعال قليلة تخالف هذا الوزن فيأتي المصدر منها على وزن تفعيله مثل جرب تجربة وذكر تذكر وبصر تبصر الحالة الرابعة إذا كان الفعل على وزن فعلة فمصدره يأتي على وزن فعلة مثل زخرفة مصدرها زخرفة وترجمة ترجمة ودحرجة وبعصرة فإذا كان الفعل مضاعفا تكرر أول هو ثاني فيأتي مصدره على وزن فعلة أو فعلال مثل الفعل زلزلة مصدره زلزال وزلزلة وكذلك الفعل وسوسة مصدره وسواس أو وسوسة خلاصة درس اليوم أبناء وبنات تعرفنا من خلاله على المصدر الثلاثي وهو مصدر سماعي غير قياسي فليست له قاعدة أو وزن محدد ثابت له كذلك تعرفنا على المصدر الربعي وهو مصدر له أوزان قياسية تختلف باختلاف وزن الفعل والآن أبناء وبناتي أترك لكم الإجابة على سؤال التدريب أسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة والسؤال هو زن الأفعال الآتيس مذكر مصدرها زخرفة ترجمة ضحرجة بعصرة زلزلة وسوسة إلى هنا أعزائي طلبة طالبات الثانوية العامة نقول قد وصلنا لنهاية درس اليوم شكرا لكم على أمل اللقاء في موعد قريب إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته